عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الإجراءات التنفيذية للقضاء على الموقف أو المواقف غير المخططة الواقع على الطريق الدائري وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه لابد من العمل على القضاء على المواقف غير المخططة بمسار الطريق الدائري بكل حزم مشيراً إلى أنه سيتم منع هذه الظاهرة غير المقبولة من خلال تحديد أماكن لمواقف سيارات الميكروباس أسفل الطريق الدائري كما كلف مدبولي بوضع تصور سريع لزراعة وتشجير الطريق الخدمي المحيط بالطريق الدائري وبدء تنفيذ ذلك على الفور وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة